مرحبا بكم يمثل التقارب الخليجي الإسرائيلي أرضا خاصبة من أجل التواصل لحل شامل للقضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني فما هو مستقبل القدس بعد هذا التقارب ما هي المكاسب التي سيجنيها الشعب الفلسطيني من السلام وكيف يمكن البناء على السلام لتحقيق الاستقرار والرفاه للفلسطيني للحديث أكثر عن الموضوع رحب بضيوفي من القدس الصحفية نسرين أبو غوش ومن بيروت الكاتب والباحث السياسي نضال السبع أهلا وسهلا بكما أبدأ معك سيدة نسرين يعني كيف ترين مستقبل القدس بعد الذي حدث من هذا التقارب الخليجي الإسرائيلي وإقامة العلاقات هل أنت متفائلة بمستقبل القدس بالاستقرار بالتنمية بالعلاقات الوثيقة ما بين هذه الدول ومواطنية وأيضا القدس وأهلها مرحبا بك يا عزيزي الاتفاق لربما سيكون هو الحل الأسلم والحل ليس الوحيد ولكن الحل لربما في حل القضية الفلسطينية هناك الكثيرون نعوا بأن هذه الخطوة من اتفاق السلام بين الدولتين وكأنه الحل السحري وبالفعل يمكن بأن الدول الخليجية بيدها الحل السحري بالقضاء على هذا الصراع الذي دام أكثر من سبعة عقود أعتقد بأن مستقبل القدس ننظر إليه بمستقبل مزدهر أكثر وخاصة من ناحية اقتصادية من يعيش في القدس يعلم جيدا بأن وضعها الاقتصادي متدني سيء للغاية كل عام تشهد أوضاع سياسية متدهورة ليست هناك سياحة كافية الآن طبعا بسبب وباء الكورونا ليست هناك سياحة نهائيا نحن الآن موجودون في إغلاق منذ أكثر من أسبوعين وسيمتد أكثر لأسبوعين بسبب فشل الحكومة الإسرائيلية طبعا بإيجاد أي حل بتفشي هذا الوباء فأعتقد بأن اتفاق هذا السلام نعم سيكون إلى صالح مدينة الأقود خاصة بأن الإمارات والبحرين من أجل جعل هذا الاتفاق يسري ومن أجل توقيعه كان أهم بند أو أصرع على أهم بند ووضع أو عدم سري موضوع بضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية وهو أهم بند في هذا الاتفاق دعيني أذهب إلى بيروت وسيد نظال السبع وفي تصريح لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال فيه أن الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة لكن عليهم قيادة المسيرة كيف خلق التقارب الإماراتي البحريني الإسرائيلي أرضا خصبة من أجل التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية وخاصة وضع القدس ومصلحة أهالي القدس بعيدا عن التجاذب السياسي الحادث حاليا مساء الخير بداية أنا بتقديري أنه طبعا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ربما أدخل مشهدا جديدا إلى المشهد الفلسطيني أهم ما فيه أولا أنه أوقف خطة الضم خطة ناتانياهو ترامب التي دعا لها ترامب كجزء من صفقة القرد وهي تستهدف 30% من الضف الغربي وكان هذا إنجازا كبيرا النقطة الثانية أيضا كما تعلم أن الإسرائيليين تاريخيا يتحدثون عن المسجد الأقصى كجبل الهيكل وكما كان لهيكل سليمان جاء الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي حتى يؤكد الحق العربي والإسلامي بمدينة القدس من خلال حق الصلاة في المسجد الأقصى وهذه خطوة مهمة جدا النقطة الثانية أيضا أنا أعتقد أنه الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أيضا حرك المياه الراكدة وأخرج القضية الفلسطينية من التلاجة التي وضعها بها سيد محمود عباس السيد محمود عباس كما تعلم لا يمتلك أي مشروع سياسي هو عمليا يعني يريد يفهم القضية الفلسطينية على أنها مفاوضات إلى أبد الآبتين وبنفس الوقت يعني هو يطالب العرب بصندوق دعم مالي للسلطة الفلسطينية ويفهم مشروع السلطة على أنه يعني مشروعا للتنصيق الأمني وهو حقيقة كذلك ولكن أنا باعتقاد أن الشعب الفلسطيني لديه حقوق وأتفاق أصله لم يعالج هذه الحقوق ومحمود عباس جلب اتفاقا أمنيا خالي من أي مضمون سياسي لم يفكك مستوطنة واحدة لم يعيد الأرض اقتصر مكان السلطة على المناطق ألف وأسوأ ما في هذا الاتفاق من خلال تطبيقه أنه عمليا أعطى انطباعا سيئا للغرب والمجتمع الدولي عندما استأثر بالانتخابات وهو على رأس السلطة منذ عام 2009 بشكل غير سرع وغير سيد نظال إذا سمحت لي أنا لا أود أن أدخل في تفاصيل السلطة وقضيتها مع السلام لأن هذا درجنا على الحديث عنه لكن الذي يهمني في هذه الحلقة هو الحديث عن القدس كمدينة والقدس كأهل وسكان القدس التي سوف تشهد توافد العديد من الخليجيين والعرب إليها حتى العرب المقيمين في الإمارات والبحرين يمكنهم الذهاب إلى القدس وزيارة المسجد لذلك أتجه إلى سيدة نسرين أبو غوش في القدس وأسألها عن أهمية هذا التقارب اقتصاديا على القدس نحن نعرف تماما أو الأرقام الموجودة تتحدث عن انخفاض في عدد المنشآت الصناعية في القدس وخاصة حتى في الجانب العربي لو قلنا الكثير من العرب الذين سيذهبون للقدس سيهمهم زيارة الجانب العربي سيهمهم معرفة ماذا يحدث في القدس الشرقية وأيضا الاستمتاع بالتراث الفلسطيني في القدس الشرقية وأيضا المساندة اقتصاديا وهذا بالتالي ممكن أن ينعكس كثيرا على القدس الشرقية لو رسمتنا لوحة عن كيف يمكن أن تغير هذه الزيارات وهذا التقارب من حالة القدس الشرقية خاصة تفضلي لهذا عزيزي ذكرت بالبداية بأن الحالة الاقتصادية في القدس سيئة جدا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سائم من الحروب وسائم من القتل هو يريد أن يعيش أن يريد يعيش كما باقي الدول سواء كانت العربية أما الغربية وهو ينتظر الآن هذه الفرصة يعني اتفاق أو إبرام هذا الاتفاق بالنسبة لشعب الفلسطيني خاصة القدس أنا لا أتحدث عن كافة الشعب الفلسطيني في جميع المناطق ولكن القدس بالنسبة بأن خاصة كما ذكرت من القدس الشرقية هما شطرين شطر القدس الشرقي والغربي نتحدث هنا عن مجتمع الفلسطيني هناك تضييقات خناقات الوضع الاقتصادي سيء فهو ينتظر وهو بالنسبة له هذا الاتفاق كنبذة لحياة جديدة ينتعش من جديد لربما هذا يعني ينتعش الاقتصاد القدس من جديد من النسبة معالم هناك معالم إسلامية معالم مسيحية حتى يهودية يعني التاريخ الفلسطيني وتاريخ القدس بالتحديد هو تاريخ عريق جدا أعتقد حتى الخليجي نفسهم دائما يسمعون الأقصى والأقصى ولكن كم بالفعل كم من خليجي زار الأقصى يعد على الأصابع فأعتقد أيضا من نسبة للخليجيين هم بانتظار هذه الاتفاقية لحتى يأتوا وأن يزوروا الأقصى الأقصى هو معالم ليس فقط فلسطيني الأقصى هو معالم مسلم لجميع الدول العربية عندما يمس الأقصى أي مس فهو يمس جميع العالم العربي فأعتقد بأن هذه خطوة تاريخية قد تصب في مصلحة القدس خاصة ولا ربما أيضا في الكفة المصالح القضية الفلسطينية عامة نعم أذهب إلى بيروت وسيد نظال السبع وأيضا حاول أكمل الموضوع رؤيتك أنت سيد نظال لهذا التقارب وانعكاس على الوضع الاقتصادي في القدس كيف ترى الصورة من ناحيتك وأنت في بيروت ورأيت الوضع أيضا الاقتصادي في بيروت كيف تضرر بسبب عدم الزيارات وعدم التقارب مع بيروت بعد أن كانت بيروت هي الجنة بالنسبة لسكان الخليج وأيضا عموم العالم العربي الآن تعاني بيروت الكثير لكن هذا العكاس على القدس هل سوف تشهد القدس ما شهدته بيروت سابقا؟ يعني أنا أولا نحن ننتظركم في بيروت نحن ننتظر أهل الخليج وأنا أملي كبير بأهل الخليج أن لا يتركوا بيروت شوف أستاذ عبد العزيز نحن علينا أن نتعلم من تجارب الماضي يعني عندما تخلى العرب أو ابتعد العرب أو انكفأ العرب عن العراق في عام 2003 ذهب العراق إلى مكان آخر للأسف الشديد وأيضا تكررت تجربة في سوريا في 2011 عندما أيضا انكفأ العرب عن سوريا اليوم عمليا ليس المطلوب الانكفاء عن بيروت ومطلوب تعزيز الحضور العربي في القدس أنا باعتقادي أنه يعني الخطوة الإماراتية أو اتفاق الإماراتي الإسرائيلي سوف يفتح الأبواب أمام الإمارات لتعزيز هذا الحضور العربي في القدس أولا من خلال دعم المؤسسات هناك العديد من المؤسسات التي بحاجة أن يقدم لها العرب المساعدات أولا هناك قطاع المدارس قطاع الجامعات والمستشفيات حتى القطاع السياحي والأسف الشديد أيضا يعني بالقطاع السياحي تحديدا عمليا كل الوفود السياحية التي تذهب إلى الفنادق الإسرائيلية صحيح أنها تزور المناطق الفلسطينية في النهار ولكنها ليلا تبيت ليلتها عند الإسرائيليين وبالتالي لا يستفيد الشعب الفلسطيني منها أنا أعتقد أن هذا الدخول الإماراتي أولا سوف يعزز الحضور العربي في القدس وهذا أمر مطلوب لأن عمليا أنا باعتقادي أن القدس في دائرة الخطر تاريخيا ومطلوب تعزيز هذا الحضور النقطة الثانية أيضا هناك العديد من المؤسسات التي من الممكن دعمها وأبراز الدور الفلسطيني على سبيل المثال كانت المؤسسة التي يرأسها الشهيد فيصل حسيني تقوم بدورا رائدا في القدس ما الذي يمنع الآن أن يقوم العرب بدعم هذه المؤسسات وإعادة تنشيطها بعد أن تخلت عنها السلطة الفلسطينية الأخرى أيضا تفضل تفضل قصدي مسألة التقارب مع القدس التقارب العربي وتقارب الخليجي مع القدس بعد هذه الاتفاقيات يمكن السيدة نسرين أبو غوش تصلت منها الضوء على مثلا مدى قدرة القدس وقدرة الأنظمة في القدس وقدرة الأنظمة القانونية في القدس على استيعاب استثمارات خليجية ممكنة في القدس الشرقية وحتى القدس الغربية أن يكون هناك حضور لرجال الأعمال الخليجيين بحيث يمكنهم أن يقدموا مشاريع كبيرة تستطيع القدس ويستطيع أهل القدس وأيضا ما يحيط بالقدس في الضفة الغربية الاستفادة منها لترويج السياحة لترويج الصناعات الموجودة نحن نعرف التقارب الإسرائيلي مع الفلسطيني عبر كثير من المدن الصناعية أعتقد أن واحدة منها اسمها الروابي فيها استثمار خليجي لكن هذا الآن بعدما انحلت حل الموضوع وصار في علاقات تقارب هل تعتقدين أن القدس سوف تستوعب هذه الاستثمارات المقبلة؟ وهل تشجعون في القدس على هذه الاستثمارات؟ القدس ليس مثل الروابي الروابي برامالله منطقة أخرى القدس صعب يعني عندك مثل ما ذكر ضيفنا الكريم القدس يجب أن يكون تنصيق وتنصيق أن يكون مصب الدول العربية أو من يريد أن يجعل المصلح العامة هو للعربي أن يكون هذا بتنصيق لأن مثل ما ذكر السواح يجوا على القدس القديمة يشهدوا السوق ولكن بنهاية المطاف عندهم ساعة معينة لأن الوزارة الخارجية الإسرائيلية تحدد للسواح في المنطقة العربية مدة زمنية بنهاية المطاف أغلب السواح يقتنون أو حتى يناموا بآخر الليل في أوتلات إسرائيلية وهذا صريح جدا وهذا واقعي وهل يمكن تعديل ذلك مع السلطات الإسرائيلية؟ يمكن تعديل ذلك يجب أن يكون أيضا من الطرف الآخر يعني أي فلسطيني وأي مقدسي يريد أن يكون المصلحة لنفسه ولكن هو بنهاية المطاف ليس لديه بالفعل هذه الأدوات التي يفرض على السلطات الإسرائيلية أن يجعلها على أرض الواقع من يجعلها على أرض الواقع هو من لديه المال من لديه المال هنا هما دول الخليج التي سيأتون لزيارة هذه المناطق هم الذين يقولون أيضا سيدة نسرين أعذريني سيدة نسرين أنا ما أعرف ليش جاني هذا السؤال المهم أنا أعرف تماما أن تحويلات الفلسطينيين في الخليج العربي كبيرة جدا للقدس والضفة الغربية أنا أعرف تماما والرقم الذي عندي يمكن من قبل حتى غزو صدام للقدس أن هناك تحويلات تقارب 350 مليون دولار للضفة الغربية وللقدس وكان ثلثة من الكويت في تلك الأيام ناهيك عن الآن حاليا المفروض الرقم يكون كبير جدا لماذا؟ وهناك رجال أعمال فلسطينيين كبار جدا في الخليج العربي وفي العالم بعد الذي حدث من توافق وعلاقات وتقارب هل هناك أمل في أن يكون أن يقوم الفلسطينيين الذين موجودون في الخارج بالاستثمار في القدس وفي ظل هذه الظروف الطيبة الآن؟ ناهيك عن الخليجيين طبعاً الاستثمار يعني لما أنا بتحول مصاري يجب أن أعي جيداً لمين أنا بحول؟ لأن للأسف الشديد الفلسطينيين كباقي العرب عندما نرى المال كثيراً بروح لا يذهب إلى الاستثمار يعني هذا يذهب مع الرياح للأسف بالضبط للأسف تم تحويل لغزة ملايين يجب أن تكون غزة مش روابي يجب كمان بتخطي فريس بالمال التي جنتها صحيح ولا لا تم تحويل لغزة ملايين الدولارات ملايين النقود أين هذه المصاري؟ الفقراء أكثر بكثير كل يوم نسمع عن فقير يعني عن نسبة الفقر في غزة إلها أول ما إلها آخر مثل ما بقوله ولكن أنا أعتقد دائماً هناك دائماً دائماً هناك مجل الاستثمار وخاصة في القدس القدس مدينة عريقة جداً مدينة تاريخية كيف لا أن لا نستثمر فيها ولكن أنت تريد أيضاً المستثمر الصحيح في المكان الصحيح أيضاً لماذا أنا أستثمر ومن الهدف؟ يعني القدس هي منطقة سياسية صعبة جداً من أجل أن أستثمر في القدس الأمور والتنسيق الأمني الإسرائيلي حتى أحصل عليه يجب أن يكون يعني لا أرد أبالغ أن أقول خيالي ولكن يجب أن تكون الموافقة إسرائيلية بحتة لأن المقدسيين ليس لديهم شيء في القدس غير أنهم مقدسيين هم يملكون فقط هوية غير مواطنة فكيف أنا سأستثمر في دولة أنا سأنتظر الطرف الآخر التأشيرة وشو النسبة لحتى الطرف الآخر يعطيني دائماً الطرف الآخر سيريد المصلحة العامة لنفسه فدائماً نحن على أمل أنا أعتقد بأن من جديد أن أقول من لديه المال هو لديه القوة والسلطة عندما أنا لدي المال كدولة خالجية كالإمارات أو البحرين ورد أن أستثمر في القدس أنا أضع شروطي لمن ستذهب هذه الاستثمارات نعم من بيروت أتوجه إلى بيروت نضال السبع هل تعتقد أن الاتفاق يعني خلق جو مناسب لأن يكون هناك مساعدة للقدس والاستثمار في قدس زي ما شرحتنا الأخت نسرين هناك صعوبة هناك عراقيل لكن بوجود الاتفاق أو بوجود معهدات السلام يبدو أن يعني هناك أمل في أن يكون هناك عمل مشترك لمساعدة الفلسطينيين خاصة في القدس بإقامة مشروعات كبيرة ومشروعات مهمة وحتى لو بتعاون إسرائيلي خليجي في هذه المنطقة التي يشتكي أهلها من الحرمان من الفقر من عدم وجود مشاريع سياحية كما قلنا الناس تمر عليهم تتسوق منهم الصباح لكن في الليل تذهب إلى تلعبيب والمناطق الإسرائيلية لكن هل يستطيع مثلا هذا اتفاق مساعدة أهل القدس بشكل كبير اقتصاديا يعني طبعا هم يذهبون في الليل إلى تلعبيب نتيجة أن الشركات الإسرائيلية ترغيمهم على ذلك نحن في حال حدث هذا الحضور العربي من خلال الإمارات ومن خلال الخليج وتم إنشاء مؤسسات وتم تأسيس فنادق عربية وإماراتية في القدس الشرقية في الجانب العربي أنا أعتقد أن هذا أولا سوف يعزز من وضع سكان القدس اقتصاديا النقطة الثانية أيضا ولكن هذا الاتفاق باعتقاء هذه المبادرات بحاجة إلى موافقة من بلدية القدس وهنا العقبة التي يقع أمامها الفلسطينيين يعني مستثمر في الضفة الغربية على سبيل المثال لا يستطيع أن يستثمر في مدينة القدس وحتى بالنسبة لأهالي القدس هناك يعني مشكلة كما تعلم أن السلطات الإسرائيلية تفرض ضريبة الأرنونة وهذه ضريبة مرتفعة جدا مما تؤدي إلى أن يلجأ سكان القدس إلى الهجرة من القدس مما يؤدي إلى أفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين والعرب ولكن في حال يعني قامت الإمارات ومن خلال علاقاتها الآن مع إسرائيل وبموجب هذا الاتفاق بفتح مشاريع ويعني التفاوض مع بلدية القدس لإقامة مشاريع في القدس الشرقية وأن عاش مدينة القدس الشرقية هو حكما سوف يرتد بالإجاب على سكان القدس ولكن أيضا علينا أن لا نختزل القضية الفلسطينية في القدس يعني ربما القدس وضعها الاقتصادي أفضل من باقي المدن على سبيل المثال قطاع غزي مثلا نحن لدينا طاقة بشرية هائلة وأغلب سكان قطاع غزي هم من العمال وهؤلاء العمال يذهبون إلى أراضي 48 من أجل العمل وتأمين قوتهم يعني ماذا لو قامت الإمارات على سبيل المثال بإنشاء مصانع في قطاع غزي أنا أعتقد أن هذا الأمر سوف يساعد سيد نضال سيد نضال سيد نضال لو سمحت على موضوع غزة الإمارات يعني الله يرحم الشيخ زايد كان بنى لهم مدينة اسكان وغيرها وغيرها من المشاريع ولا زالت مستمرة لكن نعرف تماما من الفصيل الذي يتحكم في غزة وبالتالي لا يمكن أن نرجو شيئا للمساعدة في هذا الموضوع أو للعون والسعودي أيضا قدموا الكثير لكن داني أذهب السيدة نسرين أبو غوش في القدس وفي تصريح لوزير السياحة الإسرائيلي أساف زامير أكد فيه أن كل القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانهم زيارة القدس والمسجد الأقصى كيف تشكل معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية جسرا مهما في الحفاظ على القدس وما هي المنافع التي سيجنيها الفلسطينيون والعرب من تسهيل إجراءات الدخول للقدس والمسجد بالتفصيل هل تعتقدين أن هذه المنافع سوف تمس حياة الناس هل ستتغير حياة الشارع في القدس هل ستتغير حياة أو دخل صاحب المحل الموجود في القدس الشرقية أو حتى الغربية ماديا بعد هذا الانفتاح هل سوف يشهد هذا التغيير مصلحة لأهالي القدس بالفعل يعني طبعا كل ما زاد عدد السواح كل ما زاد عدد المقبلين على القدس القديمة وعلى الأقصى ازدادت الاقتصاد أنعشها من جديد كما قال زميلي الحوانيت كثيرة جدا أغلقت في القدس القديمة بسبب عدم استطاعت دفع الضرائب الأرنونة للبلدية أعتقد مع جلب سواح جدد وخاصة أنهم عرب عرب ومسلمين يعود جيدا الاقتصاد ويتكلمون نفس اللغة حتى إن كانت اللهجة مختلفة ولكن الجمال هنا بأن نحن لا يأتينا إلى هنا من الدول العربية وعندما يأتينا زوار من الدول العربية وتعالى نقول هنا دول الخليجية الفرحة فرحتين لأن اعتدنا إلى زوار جانب حتى لو كانوا جميلين ولكن عادة التعنقل في العامية الألبحن لما نشوف إدول العربية تأتي إلى الدولة إلى المدينة القديمة وخاصة القطل القديمة والأقصى فهي الفرحة فرحتين وطبعا ستنعش من جديد الاقتصاد أعتقد هنا إبرام الاتفاق مع إسرائيل ستتعزز الحفاظ على الأقصى بصفة كبيرة جدا يعني الأردن هي تحمي الأقصى ولكن إذا كانت هنا عين واحدة فالآن ثلاثة أعين يعني لدينا ثلاثة عنوين إلى جانب أيضا مصر إذا فشلت إحدهن لدينا أخرى لنلجأ إليها أعتقد إبرام الاتفاق مع إسرائيل بغض النظر عن العاطفة إذا تطلعنا فكريا وإلى المستقبل فهي قوة هي قوة عظيمة جدا تكون القوة بيد الدول العربية التي ستتحكم في المنطقة فأنا أتطلع إلى المستقبل إلى مستقبل آخر لطالما كانوا الحكام يتطلعون إلى مستقبل أفضل إلى دول العربية نعم فأنا أقول يعني عندك دولة الأردن ومصر برامة اتفاق قبل عهود ماذا جرى لفلسطين لا شيء تغير للأسف الشديد فقط الأسوأ أعتقد أملنا الآن مع الاتفاقية الجديدة التي أبرمتها الإمارات والبحرين لربما بهذه إبرامة الاتفاقية ستنعش الحياة من جديد للفلسطينيين الفلسطينيين سئموا من الحياة الرديئة والذل الذي يعيشه من خناق من تضييقات لا أحد يسأل بهم أعتقد لأن للأسف الدول العربية أيضا تعيش مشابهة من العراق إلى الشام حروب أهلية وداعش وإلى غيره لا أحد فاضي للفلسطينيين الفلسطينيين يشعرون بأنهم الآن وحدهم تأتي الإمارات وتأتي البحرين لتقول نحن معكم بطريقة أخرى لم نعتد عليها لنعطي فرصة أنا أقول لنعطي فرصة لنرى برام هذه الاتفاقية إلى أين ستقول بنا يعني دائما نحن نحكم قبل قبل النتائج لم نرى نتائج بعد الاتفاق لم يمر عليها شهر لننتظر لنرى هذه الاتفاقيات إلى أين ستقول بنا ما هي نتائجها وبعدها لكل حادث حديث نحن مفروض ننتظر لكن للأسف نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع أشكر ضيوفي من القدس الصحفية نسرين أبو غوش ومن بيروت الكاتب والباحث السياسي نضال السبع نلتقيكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج نيران صديقة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر